السلام عليكم اليوم جب لكم أفضل سبع تطبيقات مخصصة لنظام أبل الجديد راح تستمتع فيها لأنه فيه تطبيق يصمم الثيمات للآيفون اللي عندكم يصمم نوافذ وواجهات جميلة جدا تغير الشكل للآيفون تطبيق آخر يخليك تتحكم بالجوارات عن بعد والكمبيوترات وتخلي ربعك يساعدوك حتى لو كنت في أمريكا ويتحكم بالجوار اللي عندك عن بعد وتطبيقات أخرى جميلة جدا وفي النهاية راح أراويكم تطبيق يحول هذه الصورة يخليها كذا بضغطة زر وتحولها إلى استيكارات تقدر تستخدمها للواتساب بكل سهولة فاليوم تطبيقات رهيبة جدا خليكم للنهاية عشان تستمتعوا فيها طبعا كل الروابط راح أحطها تحت الفيديو بس قبل لا نبدأ إذا كنتم من عشاق تقنية وعشاق شركة أبل فكروا في الاشتراك في القناة لأننا دائما نسوي مثل هذه الفيديوهات وصح نسيت أخبركم كل هذه التطبيقات مجانية ما راح تدفعوا أي شي عشان تستخدموا هذه الميزات الرهيبة خلينا نشوف التفاصيل أول تطبيق هو تطبيق الثيمات الحين مع تعديث iOS 14.3 راح تقدر تنزل ثيمات وتستخدمها بكل سهولة بدون الانتقال من تطبيق إلى تطبيق آخر خلينا نشوف الطريقة التطبيق اسمه مولوكو سبق وشرحته في هذا الفيديو لاحظوا هذه الثيمات الجميلة طريقة تنزيلها بسيطة جدا مثلا أنا حبيت هذا أثيم أضغط على get بعدها أنزل تحت أنزل دفعتين للثيمات الثيمة للثيم الأول للبرامج الأساسية الثيم الثاني للبرامج اللي تنزلها من الأبستور نضغط على download بعدها راح تطلع لنا هذه الجملة تقول لك هل تسمح بالتنزيل اضغط سماح أو allow خلاص تم تنزيل الثيم بكل سهولة كل ما علينا أن نصير الإعدادات وفي الصفحة الإعدادات الرئيسية نضغط على profile downloaded أو الملف المنزل نضغط على تثبيت نحط ال password ونضغط تثبيت مرة ثانية وخلاص جهز الثيم عندنا هذا هو الثيم مثل ما تشوفه وهذه هي التطبيقات كلها نزلت في مكان واحد وإذا حبيت تلغي هذه الصفحة كل ما عليك أنك تضغط نطول في المكان الفاضي هنا نضغط على عدد الصفحات ونسكر الصفحة اللي ما نحب تطلع فيها التطبيقات نضغط done خلاص انتهت صفحة الإيقونات والإيقونات الجديدة هي هاي التحد التطبيق الثاني ومن أحلى التطبيقات اللي أشوفها تستفيد من نظام iOS 14 واللي هو برنامج صنع النوافذ بشكل خيالي اسمه وجي هو هذا التطبيق لاحظوا النوافذ الجميلة اللي تقدر تستفيد منها تكشخ جوالك تصمم بنفسك كل شيء أول بأول سواء نافذة صغيرة متوسطة أو كبيرة ومجاني طبعا التطبيق ما عليك أنا مثل ما تشوف تقدروا تبدعوا الطريقة اللي تريدوها وللعلم أي شيء تبهو تغيروه من داخل هذا التطبيق عادي تختاروا الشيء اللي تريدو مثلا أحسب خطواتي كم متر مشيت يوميا أو أني إذا شابك VPN أو ما شابك وإلى آخر تقدروا تسوي كاستمايز راح أسوي فيديو خاص لهذا الفيديو لهذا التطبيق بسبب إمكانيات أو قوته الجميلة أنا سويت هذه الواجهة الجميلة تعطيني البطارية النصرة الشاشة جودة الشاشة الصوت وحتى لو تلاحظوا هذا هو التاريخ وينزدي 23 أو 23 يعني تصاميم جميلة بسيطة حلوة تقدروا تتفخم فيها الجوال اللي عنكم ونفس الشيء في برنامج آخر مثل ما تشوفوا هنا عدد السبسكرايبر اللي مشتركين في قناة اليوتيوب نقدر نضيف أي حساب تيك توك انسجرام وإلى آخر بطريقة جميلة جدا عن طريق تطبيق آخر اسمه هذا هو هذا هو في تطبيقين متشاف هات تقريبا راح ترابط تحت الفيديو طبعا بعد ما تنزلوا تختاروا الواجهة اللي تحبوها التطبيق اللي تحبوه وعلى طول راح تطلع لكم الأرقام والستستيستيكس وطبعا في أشكال جديدة وجميلة نقدر نغيرها مثل ما تشوفوا خلينا نغير مثلا التصميم يكون مختلف مثلا سكوير لاحظوا كيف يكون التصميم وفي طرق ثانية ثالثة خلينا نشوف في مثلا حتى أقدر أخير لون الخط أحط حسابي تيك توك أو مثلا ستايل لاحظوا شوفوا كيف الستايل تغير طلع شوي أفخم فبكذا تقدروا تفخموا الإيقونات بالطريقة اللي تريدوها عن طريق تطبيق سوشال وجيتس وتطبيق وجي أما إذا كان عندك مشكلة أو حاب تدخل على جوال زميلك أو لابتوب زميلك أو من لابتوب زميلك إلى الجوال فيه تطبيق جميل جدا مجاني اسمه AnyDesk هذا هو التطبيق AnyDesk أول ما تفتحه رح تطلع هذه الواجهة هذا الباسورد أو الكود أو الأدرس أو عنوانك علشان أي شخص في العالم تبقى يدخل تعطاه هذا الكود ورح يدخل على الجوال اللي عندك ويتحكم فيه يحل مشاكلك لو سمح الله أو بغيت بغيتها يدخل يشوف شيء بكل سهولة تقدر تسوي كذا ونفس الشيء تقدر تدخل من هنا تحط عنوان الجوال اللي عنده سواء كان أندرويد أو آيفون أو حتى لابتوب ماك أو ويندوز وتقدر تتحكم فيه عن بعد بكل سهولة فهذا تطبيق عملي جدا عند دائما نحل مشاكل الأهل عن بعد عن طريق هذا التطبيق وأحيانا ندخل على جوالاتهم أشوف المشاكل أشوف الحلول ومرات أشرح لهم بعض الأمور فتطبيق عملي جدا ومجاني اسمه وحتى إذا عندك مشكلة في لابتوب من لابتوب ويندوز ولا ماك ولا أي كان من الأنظمة تقدر تستغله عشان تحل معظم المشاكل ومن التطبيقات الجميلة أيضا اللي أعدل صوري فيها هو تطبيق هذا التطبيق يقدر يفخم الصورة بطريقة جميلة تقدر تحطوا سحاب أمور ثيمات بطريقة جميلة جدا تقدروا تستفيدوا من هذا التطبيق مثل ما تشوفوا في هذه الصورة قبل وبعدها كذا صارت الألوان تحسنت الجودة تحسنت وضفت بعض التأثيرات الجميلة تقدروا تضيفوا سحب أشياء جميلة جدا مثل ما تشوفوا هنا لاحظوا بلمسات زر فقط ومن أفضل التطبيقات المجانية اللي أقدر أعدل الفيديو بطريقة محترفة وجميلة وبسيطة هو تطبيق في أن شرحت مرتين في هذا القناة بسبب إمكانيات رهيبة مثل ما تشوفوا وواجهة جميلة حركات جميلة يقدر أسوي وكلها مجانا بدون لا تدفع أي شيء والحين متوفر على الويندوز والماك تقدروا تنزلوا تستمتعوا بالترانزيشنز والحركات الجميلة جدا لهذا التطبيق ومن التطبيقات الجميلة اللي انبهرت بقوتها واللي هي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور خلينا أراويكم اسمه فوتو روم هذا هو مجاني أول ما نضغط عليه خلينا نشوف الصورة هذه كيف سويتها بكل سهولة أضغط علامة الزايد أختار الصورة بعدها شوفوا الذكاء شوفوا كيف بثواني راح يحدث الخلفية بكل سهولة بعدها أقدر أحولها استيكر أحولها صورة أعدلها أكبرها أطلع من الإطار وبكذا في ثواني أقدر أسوي هذه التصاميم كلها بلمسات زر وطبعا التطبيق مجاني هو رهيب عملي جدا أنصحكم فيه بقوة إذا حبيت تسوي استيكر بكل سهولة كل ما عليكم أنكم تختاروا الخلفية اللي عليها مربعات هذه يعني شفافة بعدها نضغط علامة التخزين بعدها نسوي واتس أب استيكر بعدها نضغط Go to app وبعدها أنا أردي مسوي استيكر أجرب كنت أختار الصورة بعدها ضغط Select all أضغط Save sticker وخلاص راح يتخزن الحين أفتح الواتس أب لاحظوا شو بيصير بعدها يقول لي شو من الاستيكر أتبع هذا الاستيكر أسوي Save وبكذا أقدر أضيف الثيم بكل سهولة في ثواني لا تنسوا تحطوا لنا لايك إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك شكرا لكم على المتابعة والدعم والكلام الجميل وإذا عندكم أي مشكلة كتبونا إياها في التعليقات إذا شفناها مشكلة عامة راح نسوي لكم فيديو نحلها إن شاء الله أشوفكم على خير